كل شوية بنشوف تطور والحقيقة مجال العيون بيشهد تطور هائل جدا خاصة في الفترة الأخيرة وفكرة زراعة العدسات بقى فيها أكثر من طريقة وبقى فيه إمكانية كتيرة كمان وأنواع كتيرة من العدسات لكن قبل ما ندخل يا دكتور على أنواع العدسات وتصحيح الإبصار عايزين حالك تكلمنا عن الحالات اللي بيتم فيها زراعة العدسة أو إيه العيوب الإبصار اللي بيتم فيها زراعة العدسات طيب علشان برضو نفهم إحنا ليه بنزرع العدسات لازم نبقى حطين في دماغنا دايما إحنا إزاي بنشوف تمام لو إحنا فاهمين إزاي بنشوف هنفهم إمتى نحتاج أو ليه بنحتاج زراعة العدسات تمام يمكن إحنا معنا الصورة اللي قدامنا دي شايفين الشجرة دي بتعدي عن طريق حاجتين أول حاجة اللي هي القرنية بتاعت العين اللي هي الشفافة أول حاجة خالص وتاني حاجة العدسة بتاعت العين اللي هي باللون الأزرع والعدسة دي والقرنية بيركزوا الصورة على الشبكية الشبكية هي زي ما ما بنقول كده هي ريسيفر اللي بيستقبل الصورة وبيخلينا نشوف فبالتالي العدسة والقرنية إذا نجحوا في أن هم يوصلوا الصورة للشبكية الشبكية هتشوف كويس وكل حاجة هتبقى كويس تمام؟ لبقى احنا ربنا خلق جوه عنينا عدسة في عدسة فعليا موجودة جوه العين بتركز الصورة مع القرنية على الشبكية بتاعت العين تمام تمام؟ العيوب يا دكتور اللي احنا يعني يمكن تصحيحها بزراعة العدسات طيب عيوب الإبصار أو ضعف النظر اللي بنحتاج له عدسات هو اللي ما بينفعلوش ليزك تمام؟ ببساطة كده هو اللي ما بينفعلوش ليزك طب ليه احنا بنحط دايما الليزك رقم واحد وزرع العدسات رقم اتنين احنا العين دي كرة تمام؟ الكرة دي مقفولة لو نقدر عامل حاجة في الكرة دي من غير ما يفتح العين هيبقى كويس تمام؟ لاني طول ما أنا ما بفتحش العين مضاعفات أقل تمام؟ ونسبة أمان أعلى فعشان كده بنشتغل على الجزء الأمامي من القرنية بنعمل الليزك طيب مين ما بينفعلوش ليزك فينفعلو العدسات ناس كتير جدا تمام؟ أول حاجة الناس اللي عندهم ضعف جديد في الإبصار يعني احنا الليزك دايما بنقول آخرنا من مينس 8 لمينس 10 مش أكتر من كده ولا يحبز أكتر من كده قبل تمام؟ يعني عنده مينس 11 مينس 12 مينس 13 فيما فوق مش محبس مش محبس تمام؟ الناس اللي عندهم برضو طول نظر احنا طول النظر آخرنا كام في طول النظر في تصحيح الإبصار أو في الليزك زائد 6 طب لو أكتر من كده برضو مش محبز إن احنا نعمل ليزك تمام؟ خاصة إن كمان طول النظر احنا عارفين إنه نسبة الريجريشن أو نسبة إنه يرجع يضعف تاني بتبقى أعلى من الباقي هي نسبة قليلة لكنها أعلى من الباقي وردة وردة فبالتالي هنا ممكن أفكر في زرع العدسات أحسن تمام؟ تمام؟ برضو الأستيجماتيزم أنا مش بصلح فيه أكتر من مينس 6 تمام؟ آآ فلو أكتر من كده هيحتاج لزرع عدسات هيحتاج لزرع عدسات حضرتين فاهميني؟ فبالتالي ما البيضة يا دكتور دخل معانا برضو في زراعة العدسة برضو ولا بتختلف؟ طبعا إحنا دلوقت المريض اللي بيجي هو في الآخر المريض ده جاي بيلبس نظارة آآ وهو عايز يستغنى عن النظارة بتاعته تمام؟ فإحنا عملنا كشف لقينا إنه الليزك مش مناسب لي لقينا إنه هو عنده سبب يمنع الليزك فقررنا نقول له ننصحه مش هينفع ليزك تعالى نعمل إيه؟ تغيير عدسة زرع عدسات لأنه العدسات أنواع فهميني؟ فلو هو عنده ما يبيضة هو مش هينفع ليزك تغيير عدسات